ياسر عرمان هو شويعي وله تغريدة على حسابه على الفيسبوك تراجع عن تبنيه لفكرة العلمانية وأعلن بأن الشعب السوداني ذو هوية إسلامية عربية أفريقية والدين الإسلامي هو جزء من المجتمع السوداني ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كيف يمكن النظر إلى هذه التصريحات من شخصية كياسر عرمان كان يتبنى بالأمس فكرة العلمانية دعني أقول بأن ياسر عرمان في نهاية المطاف حتى وإن كانت خلفيته في يوم من الأيام خلفية يسارية وباني على فكرة الحزب الشيوع سادين كفكر لكن تجربته الطويلة في الأداء الثوري في العمل المسلح في النظارة الطويل يبدو لي أيضا سيستفيد من هذه التجربة الطويلة خاصة بعد أن تم انفصال جنوب السودان الذي ظل هو لسنوات طويلة على أساسه كان يطالب فكرة العلمانية وكذا أنت فقدت الآن جنوب السودان فهل تريد الآن تحت فكرة العلمانية أن يفقد السودان أيضا أن تفكك بقية السودان فكأن ما ياسر عرمان هنا يدرك تماما خطورة هذا النوع من التبني فهو في تقديري واقعي على الأقل أكثر واقعية من الحزب الشيوعي بأيدولوجيته اليسارية المتطرفة فكأن ما ياسر عرمان الآن أقرب إلى نبض الشارع من الحزب الشيوعي السوداني دكتور في ظل الوضع الذي يعيشه السودان الآن ما بين تدهور اقتصادي وخلاف داخلي بين الأحزاب التي تحكم الخرطوم وكذلك هناك مهدد خارجي ويتعلق بصدور القرار الذي أصدره مجلس الأمن لقرارين كيف تنظر إلى السودان خلال ستة أشهر القادمة؟ على كلنا الوضع صراح مخيف يعني مخيف جدا خصوصا عندما تقرأ الآن أنت القرار الصادر الآن وتداعيات هذا القرار ومواقف الناس من هذا القرار وسواء من حيث السلطة الحاكمة نفسها وإلى أي بدء على الأقل ستتقبل مثلا القوات المسلحة السودانية هذا القرار وخاصة علمت بأن هناك تحفزات على الأقل الصادرة على هذا التدخل الذي سيكون في المرحلة المقبلة وخصوصا أن المآلات التي سينتهي إليها تدخل القوات الدولية على السودان هو حالة هيمن على كل في نهاة المطاف تحت البند السابع كمآلات على الأقل نهائية للوضع في السودان وتجريد كذلك القوى الأمنية والشرطية والقوى العسكرية وتجريدها من كثير من مهامها ثم أيضا تدخل على مستوى الدستور وتدخل على مستوى الانتخابات فعلى كل لن تكون المرحلة الانتقالية في ظل التدخل القادم لن تكون سلسة بقدر ما ستكون هناك مشكلات هذا إذا لم يجر السودان إلى أمور ربما لا تحمد فيما يتعلق بعلى الأقل عندما تنزل هذه القوات الدولية إلى السودان أن تكون هناك أطراف ربما تخرج عن الأطر الرسمية وتخرج عن الأداء السلمي وتتعاطى مع الوضع على الأقل بنوع من ما يمكن أن نسميه بأشكال المقاومة التي تدخل تحت هذا النوع من التدخلات فعلى كل المخاطر في تقدير كبيرة ولكن كل ذلك في تقدير يتوقف على قدرة الفاعلين السياسيين الآن في السودان على صياقة في تقدير مشروع سياسي جديد يخرج على الأقل بالسودان بحاضنة سياسية جديدة المرحلة الانتقالية وتوسيع قوالب المشاركة والخروج من الشرنق الحزبية التي الآن دخلت فيها أو أدخلت فيها الثورة السودانية فيما رأيناه في الفترة السابقة اختطاف الثورة من قوة محدودة العدد ومن أحزاب ربما ضيقة الأفق ومن مجموعات ربما ليست قادرة على إدارة المشهد السوداني وعلى إدارة السودان كدولة عريقة لها يعني فترة طويلة جدا فيها من الخبراء ومن القيادات العريقة التي كانت تمثل في يوم من الأيام على الأقل واجهات الأفق السياسي في أفريقيا كلها فإذا بنا الآن كيف تقزمت الحالة السودانية كيف تقدم الأداء السياسي السوداني كيف تقدمت حتى الحزبية السودانية أو الأداء الحزبي السوداني فعلى كل في تقدير المرحلة القادمة السودان في تحدي كبير جدا بين أن يكون أو لا يكون